استباقاً للمشكلة لبل المصيبة التي ستقع بعد شهر ونصف كحد أقصى في حال لم تتم المعالجة زار عضو تكاتل لبنان القوي النائب أدي معلوف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي حيث بحث معه في أهمية معالجة امتلاء مطمر الجديد قريباً حيث سيكون اللبنانيون أمام أزمة نفايات جديدة لذلك كان هذا الحث من النائب معلوف للمعالجة قبل وقوع المشكل كنا مع دولة الرئيس اللي هو كمان تواصل مع وزير البيئة ووعدنا أنه ينعمل لجنة وزرية اللي هي بتتخصص بموضوع النفايات صحيح أنه بلدية برج حمود وبلدية جديدة كمان نوعدوا كتير نوعدوا بحوافز ونبعدوا بقطع أرض بعد ما وصلت لهم كمان هذا المطلب يحمل الله لدولة الرئيس نتمنى أنه اللجنة الوزرية اللي بدا تجتمع بكرة تاخد هالأمور كلها بعين الاعتبار وما نوصل قدام مشكلة بيئية بعد شهر ونص وفي اتصال مع الـ OTV أكد معلوف أنه لن يستكين حتى الوصول إلى معالجة قبل انفجار الأزمة الكبير وسيقوم بخطوات عدة في أكثر من اتجاه في هذا الإطار اشتركوا في القناة